وبرغم من أنه كان هناك حالة من حالات الصخط لدى البعض جراء أداء المعارضة التركية حينما تتولى ملف البلديات نتيجة وجود أخطاء بالجملة لكن في النهاية حدث بأن الشعب اختار أن تتقدم المعارضة في هذه الانتخابات وكان هناك احترام كبير من قبل أردغان ومن قبل الحكومة التركية لقرارات الشعب وهذا حتى ما شاهدناه من خلال خطابات أردغان التي أبدى فيها احتراما شديدا لنتائج العملية الانتخابية التي جرت قبل وقت قصير لكن الملاحظ هنا بأن أداء البلديات التابعة للمعارضة التركية غير جيد وفقا لرؤية البعض بل أنه كان هناك هجوم على ولاية مارسين التي افتتحت متجر لبيع الخمور للشباب والشابات في تحدي واضح لقيم كثير من المواطنين في تركيا وهي ولاية تابعة أيضا للمعارضة التركية أو ملف البلدية تتولاه المعارضة التركية نجد بأنه هناك أيضا بعض من السلبيات تحدث في مدينة اسطنبول في الأولى الأخيرة ونشير إلى أنه كان هناك نجاح فوجئ به البعض لأكرم إمام أغلو بعد هذه الأزمات التي واجهت المواطنين في تركيا طيلت تولي أكرم إمام أغلو لرئاسة بلدية اسطنبول منها مثلا أزمة السلوج التي غطت مدينة اسطنبول وحدث معها حالة من حالات الاختناق المروري نتيجة عدم وجود احتياطات قد تم اتخاذها من قبل المسؤولين فيها البلدية ويبدو بأنه الأمر متكرر في الأولى الأخيرة أمام حضراتكم مثلا عطل في خط مترو أنفاق باكير كوي كايا شهير باسطنبول يجبر الركاب على المشي سيرا على الأقدام داخل النفق وذلك رغم افتتاح خط المترو قبل أقل من شهر عشية الانتخابات المحلية مؤخرا خط باكير كوي كايا شهير يتعرض لهذا العطل